وصل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة تفقدية لقوات الواجبة التابعة لقوات دفاع البحرين المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ولدى وصول معاليه لمطار الملك عبدالله الدولي بجازان كان في استقباله معالي الأستاذ محمد بن عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من كبار الضباط وخلال الزيارة التقى معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بضباطي وضباطي صف وأفراد مجموعتين قوة الواجب التابعة للمدفعية الملكية في منطقة جازان وسلاح الجو الملكي البحريني بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف كما استمع معاليه لإجاز مفصل عن قوة الواجب لمملكة البحرين واطلع على سير عملها ونتائج عملياتها كما تفقد معاليه عدد من الطائرات المقاتلة والآليات العسكرية لقوة دفاع البحرين المشاركة في العمليات العسكرية وبمناسبة هذه الزيارة عبر معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بضباطي وضباطي صف وأفراد قوة الواجب لمملكة البحرين من الحرس الملكي والمدفعية الملكية وسلاح الجو الملكي البحريني وسلاح البحرية الملكي البحريني لمشاركتهم في عمليات التحالف العربي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدة ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن الروابط الأخوية التاريخية الثابتة فيما بيننا وفي إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع الأشقاء ونقل معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إليهم تحيات وتقدير جلالة الملك المفدة وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم وأشاد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برجال قوة دفاع البحرين من قوة الواجب لمملكة البحرين لقيامهم بهذا الواجب السامي بكل شجاعة وإقدام مضيفا معاليه أنهم كما نعهدهم دائما يطلعون لأداء الواجب نصرة للشقيق وحمل مشاعر النور ولواء الخير للدفاع عن الحق وتحمل المسؤولية والأمانة في حفظ الأمن القومي العربي ومهمة الاستقرار الإقليمي داعيا معاليه الله تعالى أن يوفقهم ويحفظهم وينصرهم مع إخوانهم من جميع القوات الشقيقة من المرابطين على حدود المملكة العربية السعودية الشقيقة في الجو وفي البر والبحر وأضاف معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين نستذكر هنا تضحيات شهدائنا البررة الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة في سبيل أداء واجبهم الوطني المقدس وبذلوا الأرواح رخيصة وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في سبيل دينهم وأمتهم فهم بذلك يرسخون قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء مملكة البحرين الأوفياء والتي جبلوا عليها ويتحلون بها دائما وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب الوطني وقال معالي القائد العام لقوات دفاع البحرين أنه منذ بداية عملية عاصفة الحزم والانتقال إلى عملية إعادة الأمل بقيادة الشقيق الكبرى المملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي لضرب معقل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع والإعادة الشرعية في اليمن الشقيق حملت تلك العمليات في طياتها عدة دلالات ومؤشرات استراتيجية عسكرية أكدت بكل حزم وعزم على تعزيز العمل الخليجي المشترك والجهد العربي الجماعي لحماية المكتسبات ورفع راية العزة والكرامة لتكون خفاقة عالية في التحدي الذي يواجه العربة في اليمن الشقيق وقال معاليه أن تلك العمليات شكلت طريقة عمل جديدة في التعامل مع التحديات التي تستهدف الأمة العربية مشيدا معاليه بالدور الرائد الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية وثيقة لها الخليجي والعربي والعالمي في مجابهة الأخطار التي تحدق بالأمة مؤكدا معاليه أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة قد نجحت في إيجاد التحالف الخليجي والعربي والدعم الدولي الواسع لإطلاق عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل لكبح جماح الطامعين في الهيمنة على حساب الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وقد عاد صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من مدينة جزان والطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة